السلام عليكم الإمام الطيب عقاب الله لا يؤمن ولن يفلت أحد من العقاب والثواب أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن عقاب الله لا يؤمن ولا يمكن لعبد مؤمن أن يفكر في أنه سيفلت يوما من الأيام من العقاب والثواب ولا يمكن الشك فيهما أبدا كما أن المسيئين مثل المحسنين في بعض الصفات مثل اللطف الذي يشمل المؤمنين والصالحين يشمل ايضا الكفار والفسق والعصى واضاف الامام الاكبر خلال حديثه بالحلقة العاشرة من برنامج الامام الطيب الذي يقدمه الاعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ على قناة الحياة ان الله اختص بالحلم الصبر على العصى والمذنبين والكثرة والفرق دقيق ولكن سهل ادراكه واوضح الامام الطيب ان الحلم هو اسقاط العقوبة والله سبحانه وتعالى صبر على الكفار والخارجين على حدوده في الدنيا واسقط عنهم العقوبة لانه اخر العقوبة ليوم القيامة لكن حين ينزل ببعضهم العقوبة في الدار الاخرة يكون صبر لانه اخر العقاب وهناك فرق بين تأخير العقاب واسقاط العقاب والحلم يتعلق باسقاط العقوبة وليس بالتأخير والصبور هو الذي يؤجل العقوبة وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم